ما حكم من يقول أن الذي يسب الصحابة لا يكفر إلا إذا أراد بهذا السب الطعن في الدين سب الصحابة لا يجوز محرم قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيب الله جل وعلا أثنى على الصحابة أثنى على المهاجرين والأنصار وأنت تسبهم أنت تسبهم والله يثني عليهم ما هذا هل هذا رد على الله سبحانه وتعالى هذا رد على الله الله مدحهم وأثنى عليهم ووعدهم ووعدهم بالأجر والجنة وأنت تسبهم ما يسب الصحابة رجل في قلبه إيمان إلا المنافق منافقاً ليدعي الإيمان قد يسب الصحابة أما المؤمن الصادق فلا يمكن أن يسب الصحابة والله يمدحهم بل يحبهم بل يحبهم ويثني عليهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلاً للذين آمن ربنا إنك روح رحيم نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر